أهلاً وسهلاً في جامعة بيرغن نحن هنا كلية بيرغن كومينيتي كاليج هي عبارة عن كلية غير عن جامعة زي ما بتعرف عنا باليونيتد ستيت في جامعة أربع سنين وكلية سنتين تخلصوا السنتين وبعدين ننتقل لأربع سنين جامعة كلية بيرغن بتعتبر المركز التاني في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الكليات بشكل عام يعني هي تاني أحسن كلية بالولايات المتحدة الأمريكية أنا إبراهيم أبو السعيد من الأردن عمري 22 سنة اجيت على بيرغن من قبل سنتين ودخلت باللانجوج كورس اللي هو الـ ALP ضلتني فيه سنة وهيني ضائل لي سنة وبتخرج كلية بيرغن بتوفر لك كتير شغلات وكتير فرص للحياة منها الكولتشر اللي بتشوفهم هون فيه ناس من كل أنحاء العالم بتتعرف عناس جديدة بتتعرف عناس بنفس مستواك العلمي ونفس مستواك التطبيقي بالحياة من جامعة بيرغن أو كلية بيرغن تعرفت أول ما إيجيت هون تعرفت على إيش اسمه الـ اللي هو أي واحد اللي هو مركز الطلاب الأجانب أي واحد طالب انترناشنل أول ما إيجي هون لازم روح على الانترناشنل سينر اللي هو كل حياتك بالبيرغن رح تكون مصممة بس دا المكتب هون الكانسلور استبعونك هناك أي مشكلة بتصادفك لازم تروح هناك أي نوع من أنواع الحياة اللي بتحس هون انك تعبان متدايق حتى لو انك مشتاء لأهلك بتيجي على المكتب هون لأنه هون مسؤول عنك خلال دراستك بكلية بيرغن شغلات صادفتني كتير صعوبات هون أول ما إيجيت منها اللغة اللغة ما كانت سهلة إلي أول ما إيجيت هون أخذت تقريبا معاي سنة أو سنة إلا عبين ما عرفت أخذ عن اللغة وأخذ على حياتهم هون كيف بتعاملوا مع الناس شو الشغلات اللي لازم يعملها الواحد شو الشغلات اللي عيب يعملها الواحد فبدك تقريبا أول سنة رح تكون كتير صعبة من الشغلات اللي صادفتني إنه كانت كتير صعبة علي أول ما إيجيت هون اللي هي شغلة إني أتعرف على الناس أو كيف أخطلط بالعالم أو كيف أشوف أسير عضو من المجتمع هون هاي الشغلة تعرفت يعني اللي سعادتني كتير عليها اللي هو ناس اسمهم الـ I-Team I-Team هم مجموعة من الشباب بلتموا مع بعض عن طريق الـ I-S-A اللي هو الـ International Student Association هذا زي كلاب خاص للطلاب الأجانب في كلية بيرغن I-Team مجموعة من الطلاب بنظموا عشان يعملوا زي ترحيب أو حفلة استقبال للطلاب الجداد بكل سمستر فلما تعرفت على الـ I-Team وأنا كنت طالب جديد رحبوني بابتسامي وكتير كانوا مبسوطين أنهم تعرفوا علي بنفس اليوم اطلعنا أنا وإياهم زي رحلة صغيرة تعرفت فيها عليهم وهم أصحاب يظلوا مهمهم من يوم من الـ I-Team لحديث الآن فكل سمستر بيأتي علينا واحد جديد للـ I-Team I-Team هو اللي بيعلمك كيف الحياة كيف الحياة بتمشي هون إيش ممكن تسوي بالنسبة للسكن بالنسبة للمواصلات لأنهم طلاب زيك زيهم وطلاب أجانب يعني حتى الإنجليزي تبعهم بكل ساتهم كسر فما تخجل أبداً أنك تحكي معاهم ونقطة مهمة كتير لحياتك كلها أول سنتين خليني أحكي من حياتك بكلية بيرغن أو بالولايات المتحدة الأمريكية أنه ما يكون عندك الرهبة أنك تحكي بالإنجليزي الإنجليزي الناس هون كلها فتحين لك صدرهم يعني لما تخربط بكلمة ما رح يضحكوا عليك أو يوديوا مثلا يخذوك هزوء لا بالعكس رح يساعدوك على أنك تنطق الكلمة صح ويساعدوك إيش أو لو أنها كانت غلط يحكو لك إيش هو الصح فيه شغلات هنا زي ثلاث أهم شغلات حشان نضلك بالستارس بكلية بيرغن اللي هي أنك تضل عندك 12 ساعة لازم تسجل كل سمسطر لـ 12 ساعة بعدين مش لازم تغيب على أي كلاس لازم كل المحاضرات تروع عليها بوقتها مهاض بيساعدك لشغلتين أول إشيء احترام الدكتور إليك واحترام الطلاب إليك واحترامك للوقت بس عندك غيابات معينة لو استنفذت هاي الكمية من الغيابات بعطوك إيش اسمه إيغريد إيغريد اللي هو بيتنفسلك من الجامعة تلقائيا بأول محصولك على أي علامة إيغريد لو بأي شكل من الأشكال اضطريت إنك تغيب أو اضطريت أو صار معك أكسينة أو صار معك مرض أو خلص مش قادر تطلع من البيت بتحكي مع الانترناشنل سيونيك سينر هدول بتحكي معهم بتحكي لهم أنا اسمي وسلم رهيب اليوم الشاح أدر أجي على الجامعة لأني مريض وبنفس الوقت هم كتير ناس أوادم وطيبين ممكن هم يبعتوا لك فاكلتي من عندهم أو جروب من الستورين إنهم يجوا ويزوروك بالبيت ويتأكدوا إنك أنت بصحة كويسة ولو يحتاج الأمر رح يحكم أهلك بعمان أو بأي دولة من دول العربية ويحكو لهم والله إنه ابنكم بالوضع 1-2-3 بالنسبة لأهم شغلة كمان ممكن تفكر فيها هون إنه كل الطلاب الأجانب بيرجعوا لمكان واحد اللي هو مكتب الطلاب الأجانب هذا موجود بنصص المبنى الرئيسي للجامعة كل الناس هناك تحت مساعدتك أو تحت خدمتك ممكن بأي شكل من الأشكال مثلاً احتجت بيت ما لقيت بيت تسكن فيه بتيجي هناك بيساعدوك احتجت فاينانسنج أو زيت تقسيم يعني أي شيء إليه دخل بالمادة هم أكيد بيحكو لك شو تسوي عشان كيف تطلع من الحاجز أو المشكلة اللي أنت وقعان فيها الانترناشنل سيونر الانترناشنل سيونر الناس اللي فيه أغلبهم مش أمريكان أغلبهم ناس من بره الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللكنة تبعتهم من اللكنة تبعتهم تعرف أنهم مش أمريكان هاي من النوعية بتحسسك أنه انت الناس الانسان اللي بتحكي معا قدامك زيك زيهم يعني مثلاً ممكن هون تحس بغربة لأن انجليزياتك شوي مثلاً مكسرة أو لأنك مش ماخد على الوضع هون بس لما تروح هناك وتحكي معاهم كتير طيبين بتحسهم منك وفيك يعني ما بتحس بأي فرق بينك وبينهم وبلاس الكانسلورز تبعونك كتير ناس طيبين هم أمريكان وأنا جربتهم كذا مرة كذا موقف وما أصروا معاي بالمرة وبالنهاية بنرد نحكي لك أيامية مرحبا فيك بكلية برغن وبنتمنى نشوفكم عن قريب ولو بتشوفوني بتجامعة بأي وقت بس مايلو تحكولي سلموا علي يامية أهله ومرحبا فيكم اسمي إبراهيم أبو السعيد كم مرة من كلية برغن أهله وسهله فيكم